الزمالك المولين النهاردة شفتوا إزاي باختصار طب يعني عشان نجمل كده يعني الزمالك عمل حاكتين هو دفع ضريبة أنه هو بيجرب ناشئين وأنا شايف أنه لازم يجمونه زمالك يجب أن يتقبل الضريبة دي والنقطة التانية يعني فيه كان فيه زكاء من عماد النحاس في الضغط على فتوح يعني هنروح تاني للفيديو رقم اثنين والفيديو رقم ثلاثة على طول عشان ما نبقى السريح ماشي مثلا معايدية ما هي في دقيقة حيبان ممكن حتى نروح للفيديو رقم ثلاثة على طول ماشي ده الرقم الفيديو رقم اثنين ده ناشف في الزمالك عمل الغلطة دي لازم جمهورينا يبقى متقبل الأخطاء دي من ناشئين لو نروح بقى للفيديو رقم ثلاثة يعني احنا الفيديو رقم ثلاثة ممكن حيوضح أنا عايز أوضح دي لأنه من الحاجات الجديدة بصينا فتوح المقاولين كان بيضغط عليه إزاي هو ده كان فتوح كان ليه دور كبير جدا في لقاء بيرامدز في صناعة اللعب بالتلت الأول المقاولين كان منتابه ديل جدا دي كانت في الشرط الأول كان بيضغط على فتوح وبيدايقه على طول الأول من فتوح نمس الكرة ضغط مستمر على اللعب القريب ليه بيحرم الزمالك من قدرته على طلوع الكرة من التلت الأول ده في الشرط الثاني بص هنا فتوح بيتم عليه الرقابة ازاي بص هنا اللعب الأفريقي لازق لفتوح ازاي بغض نظر للهجمة وراحت فين قريبين جدا من فتوح أنا بحقية كابتن عماد النحاس عليها في أحيانا كريم لما بتيجي تتكلم عن لقاء طرفه الزمالك أو الأهل وهم حققاش نتيجة جبية بيبقى التركيز كله على أخطاء مدربين الزمالك أو الأهل في أحيانا المدربين الفرق التانية ببتعمل حاجة كويسة أنا فرق أنا من حقنا نبروزها زي ما بينوروز أي تفصيله مدرب كويس فأنا كابتن عماد النحاس النهاردة انتباهه الفتوح وضغطه عليه في طول الوقت عشان يحرم الزمالك مقدوره حتدرج الكورة من الحاجات اللي أنا بحقية لها كابتن عماد النحاس النهاردة